هذا الأسبوع والله مدري وش يبي يا شباب عموما يا مرحبا فيكم في التحديث الأسبوعي اللي دائما ننزل لكم بشكل مبكر لأنه فعلا في ناس كثيرة عندها تحويشة عمر ويدها تبيع بأفضل بيع ويدها بدبل ويدها بتريبل ولكن أنا مجرد ناقل خبر غدا الخميس لا يوجد لا دبل ولا تريبل على أي شيء من الأعمال اللي نملكها ولكن الأشياء اللي أعطونا إياها تريبل موني وتريبل أر بي على كومينيتي سيريس جاب وأعطونا دبل كاش ودبل أر بي على دريفت ريسيس ودراغ ريسيس وروكي ستار كرييتد لاند ريسيس والإي سي كلاسيك ريسيس وكذلك أعطونا دبل على الكار ميت ريبيتيشن وتحد الأسبوع رح تفوز بمئة ألف بشرط أنك تفوز مرتين في أي سباق من سباق السيارات وبالنسبة لسرقات السيلف جارد رح تكون عبارة عن الدوغن روبري وهذه طبعا مختصة بحلبة الأرينا والقانج بانجر روبري وهي مختصة بمركز الشرطة وأخيرا دابوديوم روبري وهي مختصة بسرقة الكازينو وكذلك يوجد تخفيض 30% على السيارات التالية سيارة الإينيس إيروز اللي رح تكون بعد التخفيض بمليون وثمانين ألف وسيارة الجسر اللي رح تكون بعد التخفيض بمليون ومئة وثمانين ألف وسيارة الكارينبور اللي رح تكون بسبعمائة وثمانين وستين ألف وسيارة الإيتالي جي تي او ستينجر اللي رح تكون بمليون وربعمائة وثمانين وعشرين ألف دولار ويوجد كذلك تخفيض 30% على أي تعديل من تعديلات سيارات الـ HSW وهذه بكل تأكيد رح تكون مخصصة لأجهزة الكونسول من الجيل الجديد وكذلك تخفيض 30% على سيارتنا الأوسلت فيرشيو اللي رح تكون بـ 2 مليون وثمانين ألف دولار والتأكيد ما صحي أحد يشتري هذه السيارة لأنه بإمكانكم الحصول عليها مجاناً إذا أكملت مهمات الـ Last Dose Mission وبكل أسف لا توجد أي أخبار جديدة عن فينسنت ولا عن الـ DLC القادم أسبوع مخيب للأمال أي نعم ومكل صراحة بدأنا نتعود على هالشي من روكستار عادة كنا نقول هذا أسوأ أسبوع مرة علينا في عالم جراند ولكن بصراحة صارت الأسابيع السيئة كثيرة لدرجة ما صرنا نعرف نفرق بينهم وهذا كان أهم ما رح تشاهدونه غدا يوم الخميس ما بعد الساعة واحدة ظهرا واللي رح يستمر معنا لغاية 6 مارس لا تنسوا من اللايك والاشتراك في قناة الكل جديد وأشوفكم بالفيديو القادم تبعوا صحتكم وهابي ويكيند